للمزيد ينضم إلينا عبر الهدف الدكتور يسري الشرقوي رئيس جمعيات الرجال العمال المصريين الأفريقية حياتي دكتور يسري حياتي ليكي ولكل المتابعين الكرام أهلا وسهلا بحضرتك يعني اهتمام بقارة أفريقيا وتوجيه بحجم استثمارات كبيرة لو نتحدث مثلا عن الصين دكتور كما صرحت الصين مؤخرا أولا عايزة عرف الاستفادة من الناحيتين من ناحية الدولة المصرية وعلى العكس من الصين للدولة المصرية ذكرنا كثيرا أن هناك صراعا دولي على الاستحواذ على القرى الأفريقية استبدالا إلى الاستعمار الصين قدمت في هذا الملف كثيرا الصين تحاول جاهدة كل عشر سنوات مراجعة خطواتها في التواصل الاقتصادي في عمق القرى الأفريقية ربما على صعيد مصر أفستين ومصر قدمها في عشر سنوات ربما علاقة جيدة جدا رفيعة المستوى قمة المنتدى الاقتصادي الأفريقية التاسعة حملت إلى القرى الأفريقية كثيرا من الأمور الجديدة ربما 51 مليار دولار حجم استثمارات إضافية في القرى الأفريقية في الثلاث سرات القادمة نصيب مصر ربما يتخطى الواحد ونصف مليار دولار في مشروعات هامة جدا في المنطقة الاقتصاديية القادمة السوريس والعديد من المشروعات الإصلاعية والصناعات التحولية الهامة والصلاعات الكهربائية القرى الأفريقية الآن تضم تلت دول أو ينضم منها تلت دول إلى البريكس مع الصين في البريكس الجديد هم جنوب أفريقيا وأسيوبيا وجمهورية النصر العربية ربما الحوار عن 282 مليار دولار حجم تبادل تجاري ما بين أفريقيا والصين أمام 56 مليار دولار فقط للجانب الغربي أو المعاصر الأمريكي أعتقد أن الأمور تحتاج إلى أن يتعامل معها الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص الأفريقي بشكل من تغيير منظومة التعاون الصين الآن تقبل كل نوع الجراحة الاقتصادية الحديثة حتى تستطيع أن تستمر في توسعها داخل القرى الأفريقية النموذج القديم كان لديه العديد من السلبيات حيث أن الصين كانت تحضر إلى دول القرى معها الأدوات والمعدات والأفراد وكل أدوات الاستثمار وبالتالي لا تحاقف استفادة الكاملة من الشراكة الاستثمارية الآن علينا أن نتعامل مع الصين على التوسع في الشراكة مع القرى الأفريقية شريطة أن يكون هناك نقل للتكنولوجيا يكون هناك نقل للصناعة يكون هناك تحويل إلى مركز نوجستية في أرض القرى الأفريقية استقطاب صناعة في أرض القرى الأفريقية حتى تستطيع القرى أن تستفيد من خيراتها وصلواتها والصلوات الطبيعية الموجودة فيها ويضاف إليها القيمة المضافة الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الأفريقي الذي يتعافى ويحمل الأمل في علاج كل تشوهات الاقتصاد العالم الأمن الجزائي والأمن المائي وموجة التغاوية المناخية كلها في أرض القرى الأفريقية كلام حضرك مهم دكتور بيقودني لسؤال دكتور مصفقة مدبولي اليوم صرح أنه تم توقيع ستة عقود بين الجانب المصري والصيني اتنين منهم لتصنيع الألواح الشمسية أو توليد الطاقة حسب خطة الدولة القادمة سؤالي هنا هل ممكن مصر تستغل كمركز رئيس لتصنيع وتوليد وتوريد هذه الطاقة الجديدة أنا بتكلم في مراحل متقدمة دكتور طيب دعينا نقف عند نقطتين همتين النقطة الأولى أن مصر هي أكثر الدول الأفريقية جاهزية كبنية تحتية لجذب التصمير للأجناء المباشر أيا كان هويته اتنين أنه ممكن أن تكون مصر وفق موقعها الجغرافي المتميز ونقطة الالتقاء بين السوق الأوروبي الذي يعد سوقا كبيرا للجانب الصيني والسوق العربي وفيه منطقة الخليج وأيضا السوق الأفريقي مصر موقعها المتمركز المركزي في قلب العالم مع أجلته مصر في عصر السنوات من وجود منطقة اقتصادية حرة في قناة السويس وأيضا العديد من المناطق الاقتصادية الأخرى والمناطق الحرة الأخرى والمواني الجاهزة نستطيع من خلالها أن تكون مصر نقطة فاصلة في سلاسل الإمداد الجديدة في العالم أيضا أن تكون مصر نقطة فاصلة فيما يتعلق باستثمارات في الطاقة الخضراء والهيدروجيز الأخضر وكذلك أيضا يمكن أن تكون مصر نقطة انطلاقة لتصنيع السيارات الكهربائية ونقل كل هذه التكنولوجيا إلى القرن الأفريقي وإلى أفريقيا الجنوب الصحراء أعتقد أننا أمام ربما تكون فرصة قوية جدا الجانب الصيني دائما وأبدا يعمل على الملف الاقتصادي التجاري الاستثماري فقط الصين لا تحالد من أجل الأصدقاء ولا تحالك الأساطيل وإنما الصين لابد أن أتعامل معها اقتصاديا فقط ونستغل هذا الزخم الاقتصادي وهذا الصراع العالمي استغلالا إيجابيا لصالح الدولة المصرية ولصالح شعوب القرى الأفريقية طيب ممكن أسأل حضرتك دكتور عن أهم الأولويات الرئيسية للسياسات المالية بتشوفها خلال فترة القادمة في إطار برنامج عمل الحكومة وفي إطار أو في ضوء اللي شفناه النهاردة في المؤتمر يا فندا يعني أنا خليني هنا في المؤتمر النهاردة وأنا تابعت المؤتمر بصفة رجل اقتصاد واسم مارد دولي وبصفة الإسر جمعية رجال أعمال المصرين الأفريقية ربما ولأول مرة دعيني أتحدث عن شخصية المتحدث السيد وزير المالية ربما رسخ عنصر الثقة أعاد الثقة في كلماته والكلام واضح جدا أنه تحدث وفق إيدولوجية مبنية على تفاهمه الشديد أن الضرائب والمنظومة الضربية والسياسة الضربية تخدم جهة إرادية فالجهة الإرادية لابد أن تتعاون وتقدم الخدمات من خلال الشراكة والمساندة واليقين كما ذكرت يداته نصفا اليوم هذا المؤتمر الجيد من وجهة نظري لحكومة أرى أنها حكومة إنقاذ اقتصادي مهمة جدا في مرحلة اقتصادية صعبة جدا يمر بها العالم والإقليم والمنطقة المحاولة الجادة لعلاج التشوهات الضربية والوصول إلى وسيطة سياسة ضربية الشاملة للدولة ظهرت تماما واضحة في العديد من النقاط وربما سيبرهن عليها في الأيام القليلة القادمة التطبيق سيد الوزير تحدث مباشرة عن منظومة متكاملة تحدث مباشرة عن حالة الحوار الدائم مع مجتمع المال والأعمال ومع المجتمع الضريبي تحدث مباشرة عن مرورة التعامل مع الحقائق وكيف يمكن أن يتم التغيير في التطبيق بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة تحدث سيادته عن مبادئ جديدة لن نقل نسمع عنها ولا يتحدث عنها وزير ولعلي هنا أذكر أن سنوات الخبرة الخمس الذي قضاها الوزير في محراب عمل وزارة المالية أدت إلى نطج في تفاهمه إلى المشاكل التي يمكن أن تحل من أجل ضبط السياسات المالية من أجل اقتصاد مصري المستدام فتحدث اليوم عن الدعم الفني الضريبي وعن اقتصاد الضريبية وأيضا خاطب بذلك محورين همين المحور الأول يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية ومن ثم جذب اقتصاد الغير رسمي في الاتصاد الرسمي الأمر الذي عنينا منه كثيرا وتحدثنا منه في الجانب التنظيري أعلى من الجانب التطبيقي أعتقد أنه عندما يتحدث عن منظومة ضربية متكملة لأصحاب المشروعات السغيرة والمتوسطة وأصحاب المعنى الحرة لكل من يتجاوز أعماله 15 مليون جنيه عن منظومة متكملة ربما يبسط فيها الإجراءات يبسط فيها الإقرار يرفع فيها عدد كثير جدا من الأوعيات الضربية التي كانت تسقل عاسق المشروعات السغيرة والمتوسطة وربما تعيد تقدمه إلى الأمام ليدكل صفوف قاعدة المصدرين إذا وسعنا قاعدة القضائين ضربية سنوسط قاعدة المصدرين أيضا خاطب السيد وزير المالية اليوم وبكل صراحة مجتمع المال والأعمال ومجتمع الاستثمار فيما يتعلق بالمقصة المركزية يعني ربما هناك العديد من مجتمع المال والأعمال لديه وعليه أموال في التعاملات الحكومية وهذا يؤثر كثيرا جدا على حركة السيولة في الأموال المستخدمة في عمليات الاستثمار المختلفة تحدث صراحة عن نظام محكم لإنهاء هذا الأمر الذي كان يطوف فيه موظف الجهات الاستثمارية ومجتمع الأعمال في دوليب الحكومة وبين الأدابرة والملفات أعتقد الحديث عن ما كان كاملة وعن نظام مبسط وعن أيضا يعني كما ذكر العنصر البشري لم يخفل اليوم دور العنصر البشري ورصده إلى استثمارات هامة لتقوية العنصر البشري وتكويم العنصر البشري وتقييم العنصر البشري والمراجعة لجودة الخدمة الضريبية المقدمة وهذا ما نبحث عنه عندما تحدث أيضا اليوم السيد الوزير عن المنظومة الشملة فهو يتحدث عن الإقرار الضريبي وكيف يمكن تبسيط الإقرار الضريبي أعتقد أنه البرهان يا دكتور زي ما حضرتك تفضلت في التطبيق وده المنتظر الأيام القادمة على كل البنود اللي حضرتك تفضلت بيها واللي كانت محور رئيس في مؤتمر اليوم بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفريقة شكرا جزيلا شكرا